بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في الدرس الواحد والسبعين بكورس المايكرو كنترولر STM32 والإمبادت سيستم نستكم كلامنا على الريال تايم أوبراتينج سيستم ونشوف النهاردة الpriority inversion ايه هي الpriority inversion طبعا احنا عارفين في لما بنشتعل preemptive scheduler بيكون هدفنا ان احنا عندنا high priority thread الpriority thread ده عايزينه انه هو يحقق deadline بتاعته او timings requirement بتاعته بحيث انه هو اول ما يجيله event يرسبوند ليه المعين ده مثلا لو كلمنا على المثال الخاص بالairbag فاول ما بيجيلنا input من السنسور بتاع airbag فالمفروض ان احنا embedded system اللي هو بيفتح airbag بسرعة جدا يروح فاتح الairbag لو اتأخر طبعا بيبقى كده خلاص مشكلة كبيرة وما حققاش المطلوب منه ويبقى يعتبر فشل للsystem كله المفروض ان هو الارتوس بتاعنا يكون عنده فكرة عن الكلام ده ويكون واخد في باله ان high priority thread المفروض ان هو يشتغل فيه اسرع وقت لما يبقى ready طبعا لما يبقى ready معناه انه هو مش بيانتظر لأي حاجة ففي الحالة دي زي ما قلت preemptive scheduler المفروض ان هو يدي الاولوية دايما ال high priority thread وده طبعا عارفين ويكلمنا عليه قبل كده طيب لما بيكون high priority thread عايز ينتظر لأم حاجة معينة على سبيل المثال موتكس سيمافور او اي سيستم ريسورس ولكن السيستم ريسورس ده مشغول حاليا ب low priority thread فعندنا high priority thread بينتظر لي low priority thread طبعا في الحالة دي معناه ان احنا او زي ما يكون ان احنا خلينا ان high priority thread لي priority ولا يلا مش قادر ان هو يعمل preemption للثريد اللي هو high priority thread ومش قادر يعمل preemption لل low priority thread فمعناها ان هو او زي ما يكون ان هو high priority thread ده لي priority قليلة والpriority دي مش قادرة ان هي تعمل preemption لل low priority thread ده بكل بساطة اللي هو بنسميه priority inversion دي طبعا مشكلة خطيرة جدا وبتخلي ان السيستم بتاعنا بيبقى less responsive وممكن طبعا تؤدي ان هو يحصل بكل سهولة جدا بيحصل mail function وده حصل بالفعل ومن اشهر الpriority inversion problems اللي حصلت في المارس روفر الخاص بناسا والمسمى pass factor في الشكل اللي قدامنا ده هنتكلم الاول على نوعين من PRIORITY inversion النوع الاول اللي هو الباونديد آه ventis هنشوف الشكل ده الباونديد والفي الصلايد اللي بعدي هنشوف آه في البداية هنا عندنا اللو بريوريتي ثريد والهاي بريوريتي ثريد. اللو بريوريتي ثريد بدأ طبعا الاكسيكيوشن. ممكن يكون الهاي بريوريتي ثريد بينتظر لي حاجة تانية او بيعمل اي حاجة تانية قدت ان هو دليل مثلا او اي سبب ان كان. اللو بريوريتي ثريد ابتدى يشتغل عادي. وبعدين هنا الطلب ان هو يعمل لوك لي الريسورس اكس. الريسورس اكس ده ممكن يكون موتكس سيمافور اي حاجة تكون ام شيرابل ريسورس وي اا لازم اا ثريد واحد بس هو اللي يستخدمها. لو ينفعش اتنين اكتر من اتنين اا سوري اكتر من واحد يستخدموها في نفس الوقت. اما على سبيل المثال او 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 واحد منهم فقط هو اللي يستخدم. هنا اا اللو بريوريتي ثريد قدر فعلا ان هو يعمل لوك وحاليا في الفترة دي ان هو بيستخدم دلوقتي الريسورس اكس. ام هنا الهاي بريوريتي ثريد اا بيكم ردي يعني خلاص ان هو دلوقتي يشغل طبعا عارفين انهاي بريوريتي ثريد. فهيروح اا الارتوس هعمل بري امشن ويمخلي اللو بريوريتي ثريد اا ثريد وبعدين يبدأ يشغل الهي بريوريتي ثريد انا الهاي بريوريتي ثريد اشتغل في اللحظة دي الهاي بريوريتي ثريد طلب الريسورس اكس. الريسورس اكس Experience احنا عارفينه ان هو متاخذ من قبل اللو بريوريتي ثريد ومش نقدر نعمل حاجة غير ان احنا نعمل للهي بريوريتي ثريد نخلي انتظر company يخلص اللي كان بيعمله. رجعنا تاني للهي زي ما احنا شايفين ابتدى هنا يخلص الشغل بتاعه اللي كان بيعمله ويمنتظرين اللحظة اللي يعمل فيها ان لوك للرسورس اللحظة دي جت هنا وبعدين اول ما جت اللحظة دي راح نعملين تاسبند او ومشاغلين الهاي بريوريتي ثراد والهاي بريوريتي ثراد قدر ان هو يعمل لوك للرسورس اللي هو كان عيضة يبقى هنا عندنا الاولاني او اول طلب لهاي بريوريتي ثراد هنا ويمقدرش ان هو يحصل على اللي هو كان عيضة اضطر ان هو ينتظر طول الوقت ده لحد ما جاله هنا في اللحظة دي طبعا الوقت اللي هو بينتظر فيه ده او الفترة الزمنية دي يعني زي ما قلت ان هو لي بريوريتي عالية ولكن البريوريتي العالية مش نفعه في حاجة فياكد يكون ان احنا مدينو بريوريتي ايلا فده بنسميه بريوريتي انفرجن واذا ما احنا شايفين بتكون دايما باوندد للوقت بتاع اللو بريوريتي ثراد يعني معناها ان احنا تحت رحمة اللو بريوريتي ثراد او مرتبطين بالوقت بتاعه اللي هو محتاجه علشان يخلص اه الشغل اللي هو عايزه على الرسورس اكس ام طبعا احنا السيستم بتاعنا عارفين عندنا رسورس اكس واحد اتنين تلاتة اربعة اه فلو فيه رسورس مثلا اكس اتنين الرسورس اكس اتنين ده شيرد بتوين اه لو بريوريتي ثراد و هاي بريوريتي ثراد فعارفين ان احنا ممكن دي سبب لنا مشكلة المشكلة دي اه او اللي هي يعني هتكون الزمن بتاعها داي Log وين ليس بالطبع على الشغل اللي هو محتاجه اللي هو بريوريتي ثراد من اول ما يعمل لوك امن ساري مش من اول ما يعمل لوك هو ممكن يكون ده المكسان عند هو ممكن يكون لسه عامل لوك ويروح جاي على طول الطالب انه هو لكن المكسام ممكن يكون الوقت اللي من اول ما يعمله لوك لحد ما يعمله الى الوقت ده كله فيه بريوريتي محتملة تحصل في الوقت ده يبقى احتمالية تبقى هنا موجودة فيه منين بقى ما ييجي الهاي بريوريتي ثريد ويطلب فدي تبقى البيريوريتي انفرجان الحقيقية ده ما هيا شايفين هنا قدامنا دي البيريوريتي انفرجان الحقيقية اللي هو الوقت اللي بطلب في الهاي بريوريتي ثريد انه هو يحصل على الريسورس لكن البيريوريتي انفرجان المحتملة اللي احنا بنعمل ديزاين بقى للسيستم بتاعنا وعايدين نعرف عندنا دي الوقت ده كله ده ممكن يكون بريوريتي انفرجان محتملة ولازم ناخد بالنا في اه الديزاين بتاعنا والسكاديولابيليتي ريكويرمنت ونعرف هل ان احنا نقدر نحقق او ميتنج للديدلاينز الخاصة بالهاي بريوريتي ثريد بتاعتنا او لا بالنسبة لي الانباوندد بريوريتي انفرجان ودي معناها ان احنا ممكن تبقى اي حاجة ممكن تبقى كبيرة صغيرة مش عارفين لان هي بتعتمد على حاجات احنا مش عارفين على خلاف الباوندد كانت مرتبطة دايما باللوق بريوريتي ثريد اللوق بريوريتي ثريد الوقت اللي هو بيعمل لوك لي الريسورس لحد ما يعملها ريليل نشوف هنا في الانباوندد البيوريتي انفرجان كما في البيوريتي انفرجان حصل لوق لي الريسورس وبعدين الهاي بريوريتي ثريد بقى ريدي الهاي بريوريتي ثريد طلب انه هو يحصل على الريسورس ومعرفش الريسورس ومعرفش وبعدين خليناه فيه الريسورس بندد ورجعنا تاني نشتغل لي الريو بريوريتي ثريد طبعا لحد هنا الكلام كويس في اللحظة دي بقى اجلنا الميدل بريوريتي ثريد عايز ان هو بقى ريدي طبعا هنشغله لان هو لي بريوريتي برضو اعلى من اللو بريوريتي اه ثريد بتاعته اعلى من اللو وابتدينا نشغله طبعا ممكن يجي ميدل بريوريتي ثريد واحد وبعدين ميدل بريوريتي ثريد تلاتة وياخد وقت كبير جدا وكلهم ليهم بريوريتي اعلى من اللو بريوريتي ثريد وده كله ممكن يحصل فيه الكلام هنا واحنا مش عارفين الوقت ده قد ايه وممكن الوقت طبعا يبقى كبير جدا بعد كده بعد ما كل الميدل بريوريتي ثريد خلصوا رجعنا تاني اللو بريوريتي ثريد طبعا وابتدينا ان هو ننتظره بقى الحاد ما يخلص الاكسيكيوشن او يخلص يعمل ان لوك للرسورس علشان الهاي بريوريتي ثريد يقدر ان هو يعمل لها لوك ويشتغل عليه فزي ما احنا شايفين الوقت بتاعنا هنا اعتمد على ان باوند لانه هو مش مرتبط بحاجة ممكن يجي هنا يجي ميدل بريوريتي ثريد واحد وممكن يجي اتنين ممكن عشرة ممكن كتير جدا احنا مش عارفين في الحالة دي برضو كذلك الهاي بريوريتي ثريد بينتظر لي لو بريوريتي ثريد يخلصوا بينتظر لي ميدل بريوريتي ثريد يخلصوا وهو ليه هاي بريوريتي ثريد ومش قادر يعمل او مش مش عارفين ان احنا نشغله فمعناها يا قد يكون ان هو ليه بريوريتي ليه دي طبعا البيوريتي انفرجن ازاي نحل البيوريتي انفرجن طبعا زي ما احنا شايفين بكل بساطة في الحالة اللي قدامنا هنا لو ااا لما ييجوا الميدل بريوريتي ثريد ويعملوا بري امشن لي اللو بريوريتي ثريد معناها ان احنا لو خلينا اللو بريوريتي ثريد ليه بريوريتي اا تعادل اا الميدل بريوريتي ثريد او حتى تعادل الهاي بريوريتي ثريد فعناها محدش هيقدر يعملوا بري امشن وفي الحالة دي هندي له بقى فرصة ان هو يكمل يعني هنلغي الكلام ده كله خالص وهنخليه ان هو يكامل بتاعه هنا اه وفرنا جزء شوية وخلناه طبعا ده كان الوقت اللي هو الوقت اللي هو كان اه راح ينفذ فده يعتبر ان احنا وفرناه هيبقى بدل ما يكون الكلام من ده كله لا هيكون الكلام من ده كله ناقص الجزء اللي هو ضيعه او الوقت اللي هو ضيعه فيه بتاع المدل بريورتي ثريت وكده قدرنا ان احنا نوفر او نحل الانباوند بريورتي انفرجان لكن طبعا الباوند بريورتي انفرجان مازالت موجودة وما يدرش ان احنا نعمل فيها اي حاجة بالنسبة للحلول عندنا حكتب من الحلول عندنا البيورتي انهيرتانس وعندنا البيورتي سيلينج ودولات هنشوفهم في اللي جايه طبعا في حاجات تانية على سبيل المسال زي ان احنا ممكن نقفل الانترابتس خالص لما البيورتي ثريت يشتغل عشان مفيش اي حد يعمل له بري امشن ده ممكن حل كذلك ولكن اشهر الحلول اللي موجودة اول في الكمان اللي هي سبورتت في الارتوسز اللي موجودة في الماركت البيورتي انهيرتانس والبيورتي سيلينج. انت طبعا زي ما قولت بنحل الانباوندد بريورتي انفيرجن. طبعا علشان نحل الباوندد بريورتي انفيرجن. الباوندد بريورتي انفيرجن. ملا هاش حل. الحل ان احنا طبعا يكون السيستم بتاعنا بيمينيمايز الشيرينج بين الليو بريورتي والهاي بريورتي. يعني لما نيجي نعمل الدزاين بتاعنا ناخد بالنا ان احنا عندنا شيرد ريسورس. طب نحاول ان احنا نشوف بديل نحاول ان احنا هل ضروري ان الشيرد ريسورس ده يستقديمه الليو بريورتي او لا. على سبيل المثال لو عندنا برينتر. البرينتر دي الليو بريورتي سريد عايز يطبع مثلا كتاب. فبدل ما نخليه يطبع كتاب مرة واحدة طول الوقت بتاعه. لا ممكن نخليه يطبع مثلا ورقة وبعدين يروح يعمل تشيك لهاي بريورتي سريد لو هو عايزه وهكذا. او يعني نحاول ننظم التايمينج بينهم بحيث ان هما يستخدموها في اوقات محددة. ده طبعا كله بيعتمد ان احنا ازاي ندزاين السيستم بتاعنا. لكن كحل فعلي نضمن فيه مية في المية اا مفيش بريورتي انفيرجان باوندد. ده مش موجود وملهاش اي حال. اا زي ما قلت طبعا ان احنا لازم اا ناخد بالنا من الاكسيكيوشن تايم او الوقت المحتاجه لما بيشتغل فيه لما بنيجي نعمل الخاصة بالهاي اا بريورتي سريد وعايزين نعرف هل انه هو يبقى ميتنج لديدلينز بتاعته ولا لا فلازم ناخد بالنا او نحط في اا اعتبرنا الوقت اللي هو بيعمل فيه في الحسابات بتاعنا عشان نقدر اا نطلع نتيجة اا تكون واقعي. اا بالنسبة لي البيورتي انهيرتنس وده طبعا زي ما قلت انه او فيه اا نوعين او حلين لحلول البيورتي انفيرجان الاوليني البيورتي انهيرتنس والتاني البيورتي سير. هنتكلم الاول على البيورتي انهيرتنس. اا زي ما البيورتي حصل البيورتي طبعا لحد الان ما فيش اي اختلاف. في اللحظة دي اا طلب ان هو يعمل في اللحظة دي احنا عارفين ان البيورتي معه البيورتي فبكل بساطة البيورتي هتعمل له ونرجع ننفذ تاني اللو بريورتي. طيب هنعمل ايه كمان بقى? هنزود بتاعة اللو اا بريورتي سيريد. ليه هنزود البيورتي سيريد? عشان زي ما قلت ان احنا عندنا ميديم بريورتي سيريد. اا ميديم بريورتي سيريد ممكن تيجي في اي لحظة واحنا كنا شغالين لما كنا سزودها. كنا هنلاقي ان البيورتي البيورتي سيريد هنا هتيجي وهتروح اا مزود لنا الوقت اللي احنا عايزينه علشان نخلص. طبعا احنا لغينا النقطة دي. ويبناء عليه اا اللو بريورتي سيريد بقى ليه بريورتي عالية جدا تعادل الهاي بريورتي سيريد فمافيش اي حاجة تانية تقدر ان هي تعمل بري امشن الا لو جيه تاني طلب نفس تاني وساعتها هنروح برضو مزودين البيورتي بتاعة اللو بريورتي سيريد ليه بتاعة الجديد اللي هو طلب. المهم ان هو اا مافيش اي حاجة حاجة تانية لها اقل من الهي تريو ريو ريو تي سريد اللي هو كان اصلا طالب الريسورس تقدر تعمل بري اي امشن اللي هو معه الريسورس فده اللي بنسميه الريسورس اي اخلص الشغل بتاعه اللي كان بيعمله على الريسورس اكس وطبعا بنان عليه عمل ريليز للريسورس اكس وعملنا وبعد كده ريستور ليه الوريجنال ليفل بتاعه اللي هو كان عايزه. ده بكل بساطة الpriority inheritance. وهنا طبعا زي ما احنا شايفين ال high priority سويت التده ينفذ الشغال بتاعه. هنا زي ما احنا شايفين رغم ان دي بتعمل solution للpriority inversion عندنا هنا كذلك جزء priority inversion وده اللي هو قلنا عليه ان اللي هو ده bounded والباوندد ده ملوش حل. الكل الحلول اللي احنا بنتكلم عليها وبنعملها بتكون لي الان bounded priority inversion. اما الباوندد priority inversion فده بنحله او مش بنحله بنعمله minimized او يعني بنحاول ان احنا نتفادى او نعمل timing معين system design معين يتفادى الpriority inversion. لكن ممكن تحسب ما ندمانش مية في مية ان هي ما تحصلش. ممكن تحصل. وزي ما قلت ان هي ما لهاش حل فلازم ناخدها في اعتبارنا وناخدها في الديزاين بتاعنا ان هي وقت برضو ممكن يؤخرنا لما نيجي نتكلم على الخاصة الخاصة. اخر حاجة في الفيديو النهاردة. الpriority ceiling. طبعا الpriority ceiling بكل بساطة. طبعا هكون اسهل بقى من الpriority inheritance. الpriority ceiling كل ما بنيجي نعمل look li resources. او 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 بتكون مرتبطة. لو افترضنا ان احنا عندنا مثلا واحد وثريد اتنين وثريد ثلاثة. وعندنا رسورس واحد ورسورس اتنين ورسورس ثلاثة. بالنسبة لي الثريد ده طبعا ليه اعلى وحكزا. واثنين ليه اقل وثلاثة اقل خالص فده اعلى حاجة. لو افترضنا ان ده بيستخدم او رقم اثنين. يبقى الرسورس رقم اثنين ده يخلينا ام بتاعة اعلى بيستخدمه اللي هي رقم واحد. ام سريد اثنين ممكن يستخدم الرسورس او او واحد وي ممكن يستخدم الرسورس ار تلاتة. فده هنا برضو كذلك هنا ده هيبقى تي اتنين. لان ده طبعا تي اتنين معناها اعلى او اه ممكن يستخدم الرسورس ده. ام الار تلاتة ممكن يستخدم اي حاجة مفيش مشكلة. ام الارت هنا ده يبقى تي اتنين. ام ممكن يستخدم ده عادي ممكن يستخدم ده عادي مفيش مشكلة. ممكن يستخدم R1 مفيش مشكلة. طبعا كلهم ممكن لو بس لو T1 مسلا استخدم R3 يبقى هنشيل هنا T2 ونخليها T1 لان T1 ليه أعلى بروري. المهم يعني كل بيبقى عارفين بقى البروريتي بتاعة أعلى تسك ممكن يستخدم. لما ييجي مثلا السرد التاني ليه بروريتي على سبيل المثال اللي هو بروريتي سرد هنا طلب ان هو يعمل لوك للريسورس. فلان احنا ما عندناش هاي بريورتي ليفل اللي احنا لسه مش عارفين اللي هو ده لا. هل هو ده اللي هيطلب او لا ممكن يكون اي ثريد تاني. فبنروح مزودين البيورتي لان احنا ما عندناش لسه هاي بريورتي ثريد عم? فبنروح مزودين بتاعت اللو بريورتي للليفل اللي هو الخاص بالريسورس نفس. على سبيل المثال لو هنة طلب اللي هو المبيورتي ثريد. لو اللي هو مثلا على سبيل المثال تى ثالثة. ام تى ثالثة طلب ان هو يعمل او هو عمل لق لرسوس ار واحد. ففي الحالات دي تى ثلاثة هياخد البيورتي بتاع تي اتنين. لان احنا عارفين الرسورس ار واحد اعلى ثريد ممكن يستخدمه هيكون الثريد تي اثنين ففي الحالة دي خلينا تي ثلاثة ياخد البريوريتي بتاعة تي اثنين او يبقى ليه نفس البريوريتي بتاعة تي اثنين لو جيه هنا مثلا هاي بريوريتي ثريد بس طبعا لو هو تي اثنين لو هو تي اثنين هنا مش هيقدر يعمل بري امشن لان تي ثلاثة ليه نفس البريوريتي بتاعة تي اثنين لكن لو جيه تي واحد لا تي واحد عادي يعني مش حاطينه في اعتبارنا لا يجي ويشتغل ويخلص لان هو كده كده مش محتاج الريسورس اللي احنا اللي هو تي ثلاثة عايزه يعني تي واحد ملوش علاقة خالص بالريسورس رقم واحد فلو هو في اي لحظة في هنا جيه عايز يشتغل مريش مشكلة يشتغل ويروح ريدي وبعدين يخلص وبعدين يرجع تاني لان هو مش هنسبب له اي مشكلة لان احنا مش واخدين حاجة هو عايزه لا احنا واخدين الحاجة اللي تي اثنين عايزها فساعتها احنا سببنا مشكلة لتي اثنين ولكن احنا مش هنخلي بقى تي اثنين يعمل له بري امشن تي اثنين هيفضل فيه الريدي ليست مش هيحصل له اكسكيوشن وينتظر ينتظر كذلك لو جيه اي حاجة تانية اي تاسك تاني ليه بريوريتي اعلى لان التي ثلاثة واخد الريوريتي بكل بساطة اللي هي اي تريد تاني عايزه هيتعمله بري امشن لكن عشان هو اخد الريوريتي دي مش هيتعمل بري امشن هيتعمل بري امشن فقط لو جيه اه ثريد ليه بريوريتي اعلى من تي اثنين اللي هي اللي هي حاليا بتاع التي ثلاثة او زيها في تي ثلاثة وساعتها مش هيحصل له بري امشن ليه لان احنا رفعنا بتاع التي ثلاثة خلناها لي التي اثنين والتي اثنين دي هي بتاع اعلى ثريد ممكن يستخدم الار واحد يعني معناها بكل بساطة بنخلي الثريد نفسه اللي هو اللي هو بريوريتي ثريد يخلص كل اللي هو عايزه على الرسورس اكس وبعد ما يخلص نرجع ان ننفذ اه نشاهل هاي بريوريتي ثريد طبعا بنرجع البيوريتي ليفل بتاعة ام تي ثلاثة او او بتاعة اه اللي هو بريوريتي ثريد كما كانت علشان يرجع الاكسيكيوشن بتاعنا كما هو بالنسبة لي البيوريتي ثريد عندنا حلين ممكن الارتوس بتاعنا يعمل الكلام ده اوتوماتيك وممكن الابليكيشن نفسه يعمل الكلام ده اوتوماتيك يعني بدون ما نحتاج ان احنا نعمل اي تغيرات في الارتوس بتاعنا ام على سبيل المثال لو الارتوس بتاعنا في بيوفر ام اي 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 على سبيل المثال بي ان هي تغير البيوريتي ليفلز لأي ثريد فممكن عندنا على سبيل المثال لو الثريد فانكشن بتاعتنا بيكون بنعمل فيها ام ريكويست ان احنا نعمل اللوع لي stressful. فقبل ما بنعمل ام ريكويستلي youumuس buat ام بنتضي ام ام PRIORITY LEVEL على سبيل المثال طبا احنا عارفين ان الي resource يكفيز ده بيكون مستخدم من قبل ام على Weg هنطلب ان يكون لدينا priority T2. وبعدين هنعمل لوك للر واحد. وخلصنا الشغل بتاعنا على الار واحد بنعمل انلوك اه اه ار واحد اه و بعد ما اه عملنا انلوك مباشرة بنعمل ست اه بريوريتي اه بنرجع البيوريتي بتاعتنا اه لي اه كما كانت عليها من قبل هنا تي واحد احنا احنا تي تلاتة يبقى هنطلب البيوريتي بتاعتنا اللي هي تي تلاتة ده بكل بساطة اه التغيرات اللي احنا عايزين نعملها او نطبقها في الارتوس بتاعنا علشان يبقى سببورتت لي اه لو هنخلي الابليكيشن يشتعل هو في يبقى ممكن نوفر له اه لو احنا عايزين نعملها يبقى داخل اللوك فونكشن بتاعتنا اه بنيجي نعمل اه اه طبعا بتشوف البيوريتي ده ولازم نبقى عارفين طبعا او نخلي كل اه ارتوس اه سوري نخلي كل اه ريسورس في اه خانة البيوريتي و الابليكيشن بيوفر لنا اعلى بريوريتي لكل ريسورس يعني اه على سبيل المثال كان عندنا الابجيكت الخاص بي الموتكس مثلا الموتكس كان في اه الموتكس وكان في الويتنج ليست اه وطايمينج او حاجة وبعدين نخلي في اه البيوريتي اه ل الاعلى تاسك ممكن ان هو او اعلى ثريد ممكن ان هو يستخدم اه الموتكس ده اه لو لقينا ان اه ثريد عمل للموتكس وكانت البيوريتي بتاعته اعلى من من البيوريتي دي اللي احنا اللي خاصة به الموتكس فبنروح مزودين اه البريوريتي بتاعته لنا خلينها البريوريتي الخاصة لو كانت اعلى طبعا ما فيش مشكلة لكن لو كانت اقل بنروح مخلين البريوريتي بتاعت الستريد هي البريوريتي بتاعت الموتكس ولما يخلص لما يعمل بنروح مراجعين تاني البريوريتي بتاعته طبعا بيتطلب عندنا ان الستريد تي سي بي بيكون في كان فيه دلوقتي عندنا اه البيوريتي هنختار مسلا على سبيل المثال دي هتبقى البريوريتي ونعمل البيوريتي الحالية اللي هي شغال بيها لو احنا كانت في الاول مثلا خمسة وبعدين مرفوض ان احنا هنزودها لعشرة يبقى الخمسة دي هنخليها في البيوريتي ودي اللي احنا لما بنيجي نعمل كريات للثريد والبريوريتي الحالية برضو كانت خمسة لما نروح نعمل اللوك للموتكس البيوريتي بتاعتنا هتبقى عشرة ونشتاعل عادي نشتاعل عادي لما بنخلص الان لوك بنروح مرجعين مخلين البيوريتي بتاعتنا هي البيوريتي مرة تانية وبنرجعها لما كانت علي طبعا ده سهل فيه بتاعته وممكن بكل بساطة نشتاعل عليه او ان احنا نحاول ان احنا نعمل ونشوف لما يجي المثال عليه ونشوف هل فيه اختلاف ولا ده او نحاول ان احنا نقيم نفسينا هل قدرنا نعمله صح او لا وممكن نجي نجرب كمان الارتوس بتاعنا ونشوف هل هيشتغال ولا ده او بنسبة لي لو هنيجي نتكلم على بتاعته ده طبعا هتكون صعبة شوية او طبعا كان اسهل هنا فيه لما عايزين نزوده لله هاي بريوريتي ثريد هنا ممكن نخلي بقى الريسورس بتاعنا يكون فيه او يكون عارفين ايه الهولدر بتاع من الهولدر بتاع الريسورس فلو عندنا الموتكس هنزود فيه فيلد في الوجيكت بتاعه هيكون الهولدر الهولدر ده هيكون هو هنا عملنا الهولدر اول ما عمل ل Öه ولما يكي الهي بريوريتي يطلب آآ بنروح المزودين بتاعت الهولدر ما خليينها آم ما خليينها لÉر بريوريتي بتاعت الهاي بريوريتي اللي هو طلب حاليا. هيكون برضو عندنا البيز بريوريتي. اه و البيوريتي العادية. دولت هيكونوا موجودين في اه اه او 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 هيكون في اه او او ده طبعا خاصة بكل اه و بيقول لنا طبعا مين اللي هتدود. بالنسبة لي ام لو عندنا سيمافور او عندنا طبعا السيمافور بيكون لي اكتر من هولدر. ام و كذلك الميل بوكس بيكون لي اكتر من هولدر. ام فلو احنا ام عايزين على سبيل المثال طلب انه هو يكتب في فيفو بوفر. الفيفو بوفر المفروض انه هو يتقري اه من اه تانيين. ام المفروض انه هم طبعا البيوريتي. فممكن ان احنا او عندنا اوبشن ان احنا نزود كمان كل اه بتاعتهم. او ام زي ما قولت اه نجرب ان احنا نعمل هيكون اسهل من الكلام. ام بالنسبة لي هنتكلم عليها في اه ممكن المثال اللي جاي نتكلم فيه على اه الفيديو اللي جاي نتكلم فيه على الديدلوكس. علشان الموضوع ده المثال هي اه فيديو خاص لي المثال اللي واحده هيكون كبير عليها. هنتكلم المرة الجاية على الديدلوكس. و اه المرة اللي بعديها هيكون عندنا اه مثال يجمع الديدلوكس و ونشوف ازاي حلول الموضوع ده. اه بكده نكون وصلنا لنهاية كلامنا النهاردة ونلتقي ان شاء الله المرة القادمة و نستكمل كلامنا على الديدلوكس. الى اللقاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.